بالليل حقيقة وانا حالتي نفسيك وقيسة جدا جدا الحمد لله ومبسوطة ومرتاحة ده كله عشان شفت عودة الصلاة بالمسجد الحرام والأكيد أكيد مش انا بس اللي كنت مبسوطة أكيد كل مسلم شاف مشهد المصلين حوالين الكعبة كان مبسوط ومرتاح ربنا يا رب اكتبها لكل مشتاء الزيارة مهما قلت وصفت من مشاعر مش حعرف عبر عن إحساسي لما سمعت الشيخ عبدالله الجهني إمام وخطيب المسجد الحرام وهو بيقول في صلاة الفجر استووا اعتدلوا تراصوا سدوا الخلل لا تتركوا فرجا للشيطان عشان يعلن إلغاء التباعد بين المصلين وعودة الحياة لطبعتها داخل المسجد الحرام مش عايزة الحياة فتكر الأقام الصعبة اللي مرنا بيها ولا عايزة فتكر مشهد الحرم وهو فاضي الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله أيام وعدت وربنا ما يكتبها علينا تاني أنا كل اللي عايزة أفتكره لما كنت بروح الحرم وأنا صغيرة مع أهلي بحكم أني كنت عايشة في المملكة وقد إيه كنت ببقى مبسوطة وعايزة أفتكر حاجة كمان يعني مهمة جدا لما رجعت وزورت الكعبة من 13 سنة أنا وجوزي وأهلي جوزي وأول ما دخلت وشفت الكعبة كانت أول مرة بقى وأنا كبيرة كده كل الكلام ضع مني وحسيت أن لساني عجز من رهبة المنظر حتى الدعاء اللي كنت محضرانه نسيته ومعريتش أقول غير لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب اكتبها لنا يا رب مرات ومرات وكتبها لحضراتكم ولكل حد نفسه أنه يروح ويعمل عمرة وحج بإذن الله خلينا نأكد برضو أن المسجد الحرام بيوفر بيئة صحية وآمنة بفضل التصميم الهندسي اللي بيسمح بدخول الهوى وأنظمة التكييف المتطورة بحيث بيتم تنقية هوى التكييف داخل المسجد الحرام تسعة مرات يومياً وبيتم تعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق من خلال أجهزة تكييف خاصة كمان بتتم عملية تنقية الهوى بنسبة 100% من خلال عدة مراحل يعني فيه نظام وإجراءات بتحافظ على تنقية الهوى بشكل مستمر وتحقيق بيئة آمنة في المناطق المقدسة